حبائي هذه الملحوزات اللي ذكرتها مهمة جدا في موضوع العنف في العهد القديم أو ما يسمى أو ما يزعم أنه عنف إذا فعلا بأمانة درسنا طبيعة الله وإذا درسنا صفات الله كيف تسير بتوازن وبإحكام أي أنها لا تتناقض فالله مش مزاجي لأنه الله قدوس قدوس يعني قداسة مطلقة مش عم بغير فكره رأيه عنده مزاج طبع معين ضد شعب معين حتى يبيد ولا يشفي صدره ولا يشفي غليله بالعكس الله كل شي عم بتم لأنه بطيء الغضب بتم بإحكام بتناغم تام